موسيقى نشرة الأخبار الرئيسية تأتيكم من قناة المقام وأبرز ما فيها عبد القادر مساهل على رأس الوفد الجزائري المشارك في أشغال الدورة العادية الرابعة والأربعين بعد الماء لمجلس الجامعات العربية ارهاب الطرقات واصل حصد الضحايا رغم تراجع الحوادث منظومة مكفحة الارهاب ومحاربة الجريمة تتعزز بمرسوم رئاسي جديد يخص الاستعانة بنظام وطني المراقبة بواسطة الفيديو لأول مرة الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر رفع عالم فلسطين كدولة مراقبة لا تتمتع بعضوية كاملة في المنظمة موسيقى أهلا بكم يترأس وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل الوفد الجزائري المشارك في أشغال الدورة العادية الرابعة والأربعين بعد الماء لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارية المقررة يومي الثالث عشر والرابع عشر سبتمبر الجاري بالقاهرة حسب ما أفد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية عقيل حشان مناقشة مستجدات القضية الفلسطينية وتحديد آليات تحرك عربي على المستوى الدولي لمواجهة تصاعد تجاوزات سلطات الاحتلال والتفافها على قرارات الشرعية الدولية هو من بين أهم المواضيع المطروحة على جدول أعمال الدورة الأربعة والأربعين بعد المئة لمجلس جامعة الدول العربية إلى جانب قضايا أخرى تعنى بدراسة تطورات الحاصلة في كل من سوريا وليبيا واليمن إضافة إلى بحث قضايا صيانة الأمن القومي العربي في مواجهة تمدد تنظيمات الإرهابية وأمام مخاطر التسلحي الإسرائيلي وستتطلع هذه الدورة على حصيلة النتائج التي توصلت إليها فرق العمل المكلفة ببحث مراجعة مثاق الجامعة وإصلاح وتطوير منظومة العمل العربي الجزائر من جانبها ستؤكد خلال هذا الاجتماع موقفها الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية كما ستجدد طرح مقاربتها السلمية التي تعتمد الحوار السياسي والإجماع الوطني في منأة عن أي تدخل خارجي لتسوية الأزمات التي تمر بها كل من سوريا وليبيا واليمن هذا وسيجري وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية عبدالقادر مساهل على هامش أشغال هذه الدورة محادثات ثنائية مع بعض نظرائه العرب بغية التباحث حول علاقات تعاون الثنائي والعديد من قضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك تربويا سيتم تدريس اللغة الأمازيغية عبر كافة المؤسسة التربوية للبلاد هذا ما أبرزته وزيرة تربية الوطنية نونيا بنغابريط من ولاية وهران تفاصيل أكثر مع سارة ميشونتين خلال زيارة قادتها إلى ولاية وهران أكدت وزيرة التربية الوطنية السيدة نوريا بنغابريط أنه سيتم تدريس اللغة الأمازيغية عبر كافة المؤسسات التربوية للبلاد هذا وأشارت الوزيرة إلى أنه يتم تدريس اللغة الأمازيغية حاليا بـ 21 ولاية عبر الوطن مقابل 11 ولاية خلال السنة الدراسية الماضية فمع الدفعات الجديدة للأساتدة اللغة ستدرس هذه اللغة تدريجيا على مستوى كل الولايات وفي نهاية المطاف عبر كافة المؤسسات التربوية ولن تكون من اختيار أولياء التلاميذ فقط فمثل ما هو الشأن اليوم وأبرزت السيدة بنغابريط خلال إشرفها على تجشين مدرسة ابتدائية جديدة بحلي اليسامين ببلدية بئر الجير شرق وهران مخاطبة معلمين وإطارات قطاع التربية بالولاية وأضافت أيضا إلى أن اللغة الأمازيغية تعد في المدرسة مادة كباقي المواد الأخرى وستأخذ النقاط المتحصل عليها من قبل التلاميذ بعين الاعتبار في حساب المعدل هي إجراءات من شأنها تعميم تدريس اللغة الأمازيغية عبر كل التراب الوطنية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من تراطي البلاد سجلت مصالح الأمن الوطني خلال الفطرة الممتدة من الفاتح إلى السابع سبتمبر الجاري وفت 18 شخصا وجرح 238 آخرين إثرى وقوع 211 حادث مرور حسب ما أفد به أمس بيان للمديرية العامة للأمن الوطنية وأوضح ذات المصدر أنه مقارنة بالحصيلة المسجلة خلال الأسبوع الماضي فإن عدد حوادث المرور ترجع بثمانية حوادث وعدد الجرحة ب35 في حين تم تسجيل نفس عدد الوفيات مقارنة بالأسبوع الماضية تعززت منظومة مكفحة الإرهاب ومحاربة الجريمة بمرسوم رئاسي جديد يخص الاستعامة بنظام وطني للمراقبة بواسطة الفيديو حيث صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بهذا النظام وسيره أكثر التفاصيل مع سيهم سهل يستهدف المرسوم منع ارتكاب الجرائم أو الجنح ومكافحتها بفعالية وتسهيل التعارف على مرتكبها وإلقاء القبض عليهم وكذا تحسين تدابير الحفاظ على النظام والأمن العام وإعطاء المزيد من الفعالية للعمل المباشر في الميدان عبر التنسيق والانسجام في التدخلات والتقليل من الخسائر والأضرار إلى أدنى درجة ورفع أعمال الإنقاذ إلى أقصى درجة ويتح المرسوم استعمال الفيديو في التجمعات الحضارية الكبرى وضواحي المدن ومحاور الطرق الكبرى لا سيما منها مقاطع الطرق ذات الحركة الكثيفة والأماكن المفتوحة للجمهور كالموانئ والمطارات والمشآت الرياضية الكبرى والمؤسسات الاقتصادية الكبرى وأوضح المرسوم أن المراقبة بواسطة الفيديو تتم بوسائل الدولة في الأماكن مثل الموانئ والمطارات في حين تتم بواسطة وسائل المؤسسات في حالة تنفيذ المراقبة بواسطة الفيديو في الأماكن الواقعة داخل المؤسسات الاقتصادية ولا يخضع نصب كاميرات المراقبة في الأماكن العامة أو المفتوحة للجمهور إلى رخصة إدارية مسبقة وإنما يتم طبقا لمخطط رئيسي للمراقبة يوافق عليه الوالي بعد التصديق عليه من قبل لجنة الأمن الولائية ووضع المركز الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو تحت سلطة الوزير الأول الذي يفوض تشغيله الدائم إلى المديرية العامة للأمن الوطنية ويكون مقره بالجزائر العاصمة ويشير المرسوم إلى أنه يربط المركز الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو عند الاقتضاء بمركز العمليات للمديرية العامة للحماية المدنية وبالمركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر واحتمالا بكل هيئة عمليتية أشرف الموديل العام للأمن الوطني بمدرسة الشرطة بسيدي بالعباس على مراصم تخرج 915 متخرجا من الدفعة الثالثة للملازمين الأوائل للشرطة داخليون و125 ملازما أول شرطة خارجيون وشدد اللواء هامل خلال مخاطبة خارجية الدفعة على ضرورة الالتزام بقيم ومعايير حق الإنسان وحسن معاملة المواطنين والحفاظ على ما تحقق من نجاحات أمنية خلال الفطرات السابقة ودعم جسور الثقة بين المواطن ورجل الشرطة مواضحا أن نجاحهم في مهمتهم مرتبط بمدى تلحم وتعاون ومساندة المواطنين لهم تحسبا لعيد الأضحى المبارك تم استحداث إجراءات جديدة من بينها وضع تنسيق بين قطاع الفلاحة وكل من وزارتي التجارة والداخلية والجماعات المحلية لتنظيم أسواق الماشية لتمكين المواطنين من شراء الأضحية في ظروف ملائمة عقيلة حشان أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى الكريمة وتحسبا لهذه المناسبة اتخذت السلطات المعنية جملة من الإجراءات من أهمها تحديد المواقع المرخصة لبيع الأضاح بولاية الجزائر بـ 119 موقعا بعد أن بدأت نقاط البيع العشوائية بالظهور والانتشار عبر مختلف بلدية الولاية إضافة إلى تجنيد 144 بيطريا من أجل مراقبة النقاط المرخصة لبيع الأضاحي من أجل الكشف عن وجود أي أمراض تصيب الماشية بغرض حماية صحة المستهلك موزعين عبر المكاتب البلدية والمذابح التي تتوفر عليها الولاية إضافة إلى فرقتين متنقلتين ستجوب مختلف أحياء العاصمة يوم العيد لمعاينة عمليات الذبح وتقديم النصح للمواطنين في حال اقتضى الأمر ذلك وفي السياق ذاته أوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فاروقي أن وزارته بالتنسيق مع وزارة التجارة ووزارة الداخلية تعمل على تخصيص مواقع محددة لبيع الأضاحي لسيما بالمناطق الشمالية التي تعرف كثافة في وجود الأغنام وأبرز أن هذه المواقع ستوفر ظروفا ملائمة للموالين والمواطنين لسيما فيما يخص الصحة الحيوانية والأمن أكدت وزيرة البريد وتكنولوجية الإعلام والاتصال إيمان هدى فرعون أن سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللسلكية أعطت موافقتها المبدئية للإسراع خلال الأسبوع المقبلة في نشر تقنية الجيل الثالث عبر ولاية الوطن الثماني والأربعين تفاصيل أكثر مع سهم سهل تعجيل وطيرة نشر الجيل الثالث بالجزائر هو ما تعمل عليه الوزارة الوصية بما أن جزء كبير من هذه العملية قد تم تحقيقها ويلزم دفتر شروط المتعاملين الثلاثة في الهاتف النقال موبيلز وأريد وجيزي بتغطية مجموعة طراب الوطنية في أجال لا تتعدى سبع سنوات بدءا من التسليم النهائي لرخص الجيل الثالث في ديسمبر 2013 وبخصوص الهاتف النقال من الجيل الرابع صرحت وزيرة البريد والتكنولوجيات الحديثة أنه تم الشروع في مشاورة مع المتعاملين من أجل إطلاق هذه التكنولوجيا الجديدة علما أن دفتر الشروط الخاص بالجيل الرابع سيكون جاهزا قبل نهاية السنة الجارية من جهة أخرى أشهدت فرعون بالجهود المبدولة من قبل المتعاملين في مجال الاستثمار بالجزائر مؤكدة على أهمية التكوين وفيما يتعلق بحماية حقوق العمال ذكرت الوزيرة بإلزام كل مؤسسة على التزود باتفاقية جماعية طبقا للتشريع الجزائري وصرحت الوزيرة أن اعتماد متعامل رابع في الهاتف النقال بالجزائر أمر غير مفيد من الناحية التقنية وليس في فائدة المستهلك إطلاقا وتضم السوق الجزائرية للهاتف النقال حاليا ثلاثة متعاملين وهم موبيليز وأوريد وجيزي علما أن متعاملين أجانب على غرار الفرنسي أورنج والبريطاني فودفون قد أعرب عن أملهما في هولوج السوق الجزائرية وفي أخبار الاقتصاد أبرز مشاركون في يوم إعلامي حول قانون المالية التكملية 2015 الذي نظم أمس بولاية ورغلا أبرز مدى ضرورة دمج الأموال الغير المسرح بها ووضعها في القنوات البنكية كوسيلة لحماية الاقتصاد الوطنية ضرورة دمج الأموال الغير المسرح بها ووضعها في القنوات البنكية كوسيلة لحماية الاقتصاد الوطنية كان محور نقاش اليوم الإعلامي حول قانون المالية التكملية 2015 الذي نظم يوم أمس بولاية ورغلا خلال اللقاء الذي احتضنت دار التقافة مفدي زكريا بورغلا وبحضور ما لا يقل عن ستين متعاملا اقتصاديا واصحاب مؤسساتي بادرت بتنظيمه غرفة التجارة والصناعة الوحات بالولاية وذلك بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وجمعية البنوك والمؤسسات المالية وترتكز أهم الإجراءات في هذا القانون حول مراجعة نسب بعض الضرائب وترشيد النفقات العمومية من أجل التقلص من نسبة عجز الميزانية وتطهير الاقتصاد الوطني من النشاطات الموازية حسب ما أكده المدير الولئي للضرائب محمد الأمين جبرون هو لقاء يهدف إلى توعية وتحسيس وكد إعلام المتعاملين الاقتصاديين واصحاب المؤسسات ورؤوس الأموال بإجراءات الجديدة التي جاء بها هذا القانون لا سيما منها المتعلقة بتطوير وتشجيع الاستثمار فإدعوا رؤوس الأموال الغير المسرح بها في البنوك لتنوع تمويل الاقتصاد الوطنية سيسمح بتخفيف العبء على الاقتصاد الوطنية في ظل انخفاض أسعار النفط كان للعملية الإرهابية التي ضربت تونس هذا العام أثر كبير جداً على القطاع السياحي حيث سجلت وزارة السياحة التونسية ترجعاً بنسبة 38% في عدد السياح الوافدين على تونس زكرياتي كان تأثير العمليات الإرهابية التي ضربت تونس على القطاع السياحي كبيراً جداً هذا العام حيث سجلت وزارة السياحة التونسية ترجعاً بنسبة 38% في عدد السياح الوافدين على تونس مقارنة بنفس الفترة من العام 2010 وذلك بحسب إحصائية رسمية لوزارة السياحة التونسية وأرجع مسؤول وزارة السياحة هذا تراجع الكبير في عد السياح إلى الانخفاض الحاصل في عد السياح الأوروبيين الوافدين على تونس في نفس الفترة بنسبة 59% وذلك ليصل إلى مليون و23 ألف سائح مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2014 وشهدت السوق الفرنسي النسبة الأكبر في غيابه عن السوق السياحي التونسية حيث بلغت نسبة الانحدار إلى 64.1% مقارنة بنسبة 2010 وشهدت تونس في حدود العشرين من شهر الأوت الماضي 154 ألف سائح ألماني وسجلت السوق الألمانية بذلك انخفاضا بنسبة 41.6% مقارنة بنسبة 2010 و37.7% مقارنة بسنة 2014 أما على مستوى المغرب العربي فقد تقلص عدد السياح كذلك بنسبة 13% مقارنة مع سنة 2014 حيث لم يتجوز عدد السياح الوافدين من بلدان المغرب العربي على تونس مليون وستمائة واحد وتشعون ألفا بينما تم تسجيل ارتفاع في نسبة إقبال السياح الجزائريين على تونس بنسبة 32.6% وتستعد وزارة السياحة التونسية إلى تنظيم حملة دبلوماسية واسعة تهدف إلى دعم السياحة التونسية وإعادة الثقة لشركاء تونس في المجال السياحي والترويج لوجهة تونسية وتم الاتفاق كذلك على تكوين لجنة عمل مشتركة بين وزارة السياحة والخارجية تهدف إلى مزيد من تنسيق الجهود في إطار دعم السياحة التونسية من خلال استخدام السياحي من الأسواق دوليا نكدت مصادر أمنية مصرية وصول 800 جندي مصري وعدد من الدبابات ونقلات الجند إلى اليمن في وقت يكثف فيه التحالف العربي استعداداته من أجل ما يسمى بمعركة صنعاء سمية بنزديا لا تزال طائرات التحالف تشن غاراتها المكثفة على العاصمة اليمنية صنعاء التي استهدفت منازل قيادات في جماعة أنصار الله وأخرى موالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح شملت الأهداف التي تم قصفها مواقع ومخازنة يعتقد أن فيها أسلحة وضخائر وذلك في مقر الفرق الأولى مدرع ومعسكر الحافة وجبل نقم حيث أجبرت كثافة الغارات وقواتها أعدادا من السكان المقيمين قرب المواقع المستهدفة على النزوح إلى مناطق أكثر أمنا في صنعاء فيما قتل أحد قياد جماعة أنصار الله مع ستة من مرافقيها في غارة للتحالف على مبنى الأمن السياسي في محافظة البيضاء جنوبا هذا وتشهد مديرية مكيراس مواجهة عنيفة وتحديدا في محيط عقبة ثرة الاستراتيجية والتي قام الحوثيون بتفجيرها لمنع تقدم أنصار هادي نحو وسط المدينة أما في عدن فالهاجس الأمني وتفشي ظاهرة حمل السلاح تحديات تواجه السلطات المحلية لا تقل أهمية عن ملفي تأهيل البنى التحتية المدمرة وإعادة النازحين إلى منازلهم التي تضرر عدد كبير منها بفعل الحرب وفق مجلس الأمن الدولي على بدء تحقيق دولي بهدف أو يهدف إلى تحديد المسؤول عن هجمات بأسلحة كيميائية في سوريا فيما قالت روسيا إنها تنتظر المشاركة في تشكيلة البعثة سامير بنزديلا جاءت الموافقة بعد رسالة من فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الذي يترأس الدور الحالي للمجلس هذا الشهر إلى الأمين العام للأمم المتحدة بنكيمون حيث أكد المكتب الصحفي للأمين العام للأمم المتحدة تسلم الرسالة قائلا إنه يرحب بها وسوف يتخذ بلا تأخير كل الخطوات والإجراءات والترتيبات اللازمة للإسراع بتشكيل فريق للتحقيق وأداء مهامه بشكل كامل مضيفا أن هذه الخطوة تؤكد أهمية الرد على استخدام المواد الكيميائية كأسلحة وتؤكد ضرورة تقديم الجنات للعدالة وجاء في بيان عن المكتب الصحفي بخصوص تنفيذ قرار المجلس رقم 2135 فإن الأمين العام للأمم المتحدة بنكيمون يرحب بموافقة المجلس على التوصيات الواردة في رسالته فإن الأمين العام للأمم المتحدة بنكيمون يرحب بموافقة المجلس على التوصيات الواردة في رسالة وجهها حول هيكلة وتنظيم عمل بعثة أممية مشتركة مع منظمة حضر الأسلحة ومقييس وكيفية إجراء التحقيق بشأن الهجمات الكيميائية الأخيرة في سوريا خصوصا باستخدام الكلور هذا وكان مجلس الأمن الدولي قد تبن بالإجماع في السابع من أوت الماضي مشروع قرار لإنشاء آلية تحقيق في هجمات كيميائية وقعت في سوريا فيما كانت الحكومة السورية قد تبادلت الاهتمامات مع جماعة المعارضة باستخدام أسلحة كيميائية في الصراع الدائر منذ أكثر من أربع سنوات وكشفت منظمة حضر الأسلحة الكيميائية في وقت سابق من العام الماضي أن هناك استخداما منهجيا ومتكررا للكلور كسلاح في سوريا بحسب تقرير نصدره فريق المحققين في تلك الهجمات إلا أنها لم تحدد من المسؤول عنه مزيدا من الأخبار الدولية في مختصرة جمعتها لنا سهامسة نبدأ مختصرتنا الدولية لنهار اليوم بأخبار الشرق الأوسط حيث تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يجز رفع عالم فلسطين في مقر المنظمة الدولية بنيويورك في خطوة أيدتها أغلبية الدول الأعضاء ورفضتها ثمان دول من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل الرئاسة الفلسطينية اعتبرت القرار خطوة على طريق حصول فلسطين على عضوية كاملة بالمنظمة الأممية وفي الشأن الإيراني محاولة نواب الحزب الجمهوري لتعطيل الاتفاق النووي الإيراني في مجلس شيوخ الأمريكي تفشل بعد عجزهم عن توفير الأصوات اللازمة وصوت ثمانية وخمسون عضو المقابل اثنين وأربعين على قرار عدم التأييد للاتفاق النووي وهو القرار الذي يحتاج إلى ستين صوتا على الأقل من الأعضاء المئة للمجلس لإقرارها ما قد يخول عندئذ للرئيس باراك أوباما من رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وحول أوضاع المهاجرين صدر عن منظمة مجلس أوروبا للمهاجرين تقرير في خلاصته مطالبة بضرورة اعتماد سياسة أوروبية موحدة للهجرة ويقول مايكل ديدرينغ الأمين العام لمنظمة أوروبا للمهاجرين إن هناك توجه شعبي عام لمساعدة المهاجرين وهو يظهر من خلال المتطوعين والمنظمات الإنسانية غير الحكومية التي تتحرك إزاء الوضع وفي إيراندا الشمالية أعلن رئيس الوزراء المحل بيتر روبينسون استقالته من منصبه بعد أن فشله مع حزبه بتعطيل البرلمان المحلي الأزمة السياسية في إيراندا الشمالية طفت على السطح بعد مزاعم أطلقت في شهر أوتا الفارط عن تورط أعضاء بالحكومة المحلية في مقتل زعيم سابق في الجيش الجمهوري الإيرلندي المنحل وفي أخبار السينما افتتح مهرجان تورينتو السينمائي الدولي الذي يحتفل هذا العام بالذكرى الأربعين منذ انطلاقها ويعرض المهرجان الذي سيستمر حتى العشرين من الشهر الجاري نحو ثلاثمائة فيلم روائي من أكثر من سبعين دولة فعاليات الافتتاح شملت العرض الأول لفيلم ديمولوشن للمخرج الكندي جون ماركفالي وتدور أحداث الفيلم الذي يلعب دور البطولة فيها الممثل الأمريكي جيك جيلنهال حول مستثمر مصرفي ناجح تتفكك حياته بعد وفاة زوجتها أفاقت هولندا صباح أمس على صدمة جديدة تمثلت في إقدام أحد أهم كتابها وأكثرهم شعبية يوست زافا خرمان 51 سنة على الانتحار ويعد هذا الكاتب من أكثر الكتاب شعبية وترجمت أعماله إلى لغات عالمية عديدة وحصل في العام 2008 على جائزة الصعفة الذهبية الأدبية الهولندية عن مجمل أعماله إلى جانب أعماله الأدبية في العام 2012 وتحدث لأول مرة الصحف الهولندية عن مرض الاكتئاب الذي يعاني منها والذي ربما جعله يقبل على الانتحار وفي روبرتاج النشرة تأخذنا سمية بنزديرة هذه المرة إلى المدينة الألمانية برلين لاكتشاف سحر جمالها ومناظرها الخلابة فلنتابع تتسم العاصمة الألمانية برلين بتنوعها الغير العادي من حيث المظهر والحياة الثقافية الخصبة وبنمط حياتها الحيوية الذي في الوقت نفسه يبعث على الاسترخاء أكثر ما يميز المدينة يتمثل في كونها بوتقة صهر فيها الأبنية التاريخية الشامخة مع الفنون المعمارية المعصرة وبالتالي فهي تجمع بين سمات العراق والحداثة تنعم برلين بهدوء وطمأنانية وتؤمن مساحاتها الخضراء الواسعة ومياهها وغاباتها وبحيراتها الشاعرية ملجأ للسكان من صخب المدينة كما يعتبر أكبر منتزه في برلين والذي يقصده سكان برلين المقصد الوحيد لهذه المدينة تسم هوية هذه العاصمة الألمانية بالتحول الدائم المستمر الذي يكسبها صبغة الحيوية والطق المتفجرة كما تعد برلين من أجمل المناطق في العالم وعلاوة على ذلك فإن هذه المدينة تعد مدينة للاسترخاء الدائم حيث تزهر بالكثير من الساحات المفتوحة لتسمح بتخلل الهواء إلى داخلها كما تعتبر أيضا أكثر المدن الألمانية خضرة حيث تفترش أراضيها الحدائق والغابات والبحيرات الأمر الذي يشيع جوا من الاسترخاء يمكن التمتع به في شتى أنحاء المدينة وفي فصل الصيف تبزغ معالم الحياة في برلين في الأماكن المفتوحة كالشواطئ والبحيرات والمقاهي ودور السينما والمسالح هذه الأماكن التي يمكن فيها الاستمتاع بأشعة الشمس التي تتخللها بلايال صيفية حانية الدفء ونختم نشرتنا لنهار اليوم بهذا الخبر الطريف حيث أسس أحد الأشخاص دولة مجهرية تسمى جمهورية مولوسيا تبعد 56 دقيقة بالسيارة من رينو في ولاية نيفادة الأمريكية ويمكن الوصول إليها عبر طرقات متعرجة في قلب الصحراء الأمريكية ويلقب مؤسس الدولة نفسه بلقب صاحب السعادة ولا يسكن جمهوريته التي أسسها العام 77-900 ألف سوى خمسة أشخاص بمن فيهم هو وزوجته وابنته إلى جانب ستة حيوانة تشاركهم المعيشة في الدولة ويقول رئيس الجمهورية أن تأسيس دولة مجهرية لا يتطلب أكثر من اختيار ألوان للعلم وتنصيب الشخص نفسه رئيسا لها ويرفض صاحب السعادة ضمم أي شخص من خارج عائلته إلى جمهوريته مشددا على أن مولوسيا هي دولة عائلية فقط وبأخبار الجمهورية الجديدة نختم موعدا للإخبار لهذا اليوم وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيه من أنباء عبد القادر مساهل على رأس الوفد الجزائري المشارك في أشغال الدورة العادية الرابعة والأربعين بعد الماء لمجلس الجامعات العربية إرهاب الطرقات واصل حصد الضحايا رغم تراجع الحوادث منظومة مكفحة الإرهاب ومحاربة الجريمة تتعزز بمرسوم رئاسي جديد يخص لاستعانة بنظام وطني المراقبة بواسطة الفيديو لأول مرة الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر رفع علم فلسطين كدولة مراقبة لا تتمتع بعضوية كاملة في المنظمة نشكر لك انطيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة